الحزم عزم على الرأي ثم شب الفتيل كل طيب شب نارا ولا يبغي وصاعت معي لا ملي تشواك بصيل انسى سصيل من سلالة ندر ومعروف معرضات يا جوس شعري سامي على الوزن الذقيل وانحتي سم الصخار لجلي ذكر العاديات ارحبي ثم ارحبي يا ملاعب تشلي مرحبا مليوني باغر المهار المزرجات الاصايل ما جناها شرود لا ذليل غير رجل ينضح الموت ويبيع الحياة بنات الريح با الوصف لضع الدليل ندرات الوصف واسين من كل الجهات يفتنن لي على حبها كفا جزيل مستعدي بيعي روحا ويعلم بالوفاة انطرق واشوشي لاي شفت لي فعل جميل مثل فعل الحزم لا راحة علمي وجات الحزم عزم على الراي ثم شب الفتيل كل طيب شب نارا ولا يبغي وصات ما يلام اللي تشاوك بصيل انسان سصيل من سلالة تدرن ومعروف معرضات امدح الطيب ولاني على مدعب وخيل نستعد دخل ليال عشر عشر معلقات سراي القرن مالك على الاول محيل يومي نافست لوايل وخدت لوايلات يومي نافست لوايل وخدت لوايلات يومي نافست لوايلات يومي نافست لوايلات تدرن العذوه فاللي قامل اثني ما يخفل عن خفيف وجلنا ذقل الجبل ما هو بذقل الحصى حي اليال لي تشعلها النار في ونعه ونبلاد احد واحدين ما تواصل مجتوى الفقار والبطار والقوايب الروتي في كل راجل مع جبل يعرف البلو الغطاء قد تساوى الظروسات فعلنا ضمن شريف يعرفون فعولنا للمعيفة والرضا قل عوازم همالي الخير بريم المخيف يذبحون في بقيت دامنا يا كعشوة لا تساوى من فاقك أحصى المهار بكل سيف من لعينة ليهوز العوازم في عصا تنبوها تنبوها ترى ما يعزيه فارده للمدلاء روحات بذر القطاع من يجي في دربه قال لفكه لطيف والله التطحن من لا سعف عنه وضعه فوقه اللي يقرم الضيف مزمن الضعيف عاسمي يتعرف الناس يطيبه بالعطاء كره ولا خلي في بره ولا حد سيف تنشره بغرف ثمان سوق وجه وصوق جه افتد المصب وجهك الجدع في المصيف وتحدي سنوار حبي ترحنها الراحة المراك خلي شوف كلال في عيداتي واسمع واش نقول دور اصعبها ولا تلتفت لسودها ودك الرجالي لقالي 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 يطوم ما يهب من الليالي ولا من سودها يومي ضربة الهنادي ومركز الخيون هالعواز ملابت ما تباح احدودها يومي ضربة الهنادي ومركز الخيون هالعواز ملابت ما تباح احدودها وكيفي لله المهمات في كل الفصل مثل ضلعانا سرواتي هي وحيودها نكتب تاريخي بطيبي وكبر الفعون كل ما هب في تبو ما هو في العودها فيض الله وجهنا يومي ثقلنا الحمول يومها في البنديك يياه وفي برودها فيض الله وجهنا يومي ثقلنا الحمول يومها في البنديك يياه وفي برودها يومي بعض الناس ما عادي يلقى لحنه وللعواز في بلدها ويرعى ثودها فيضلال سيوفهم يادلها الزود الجفون الفخر حشيقها والمكان زودها فيضلال سيوفهم يادلها الزود الجفون الفخر حشيقها والمكان زودها لا بيتل فيها على العد سوى المزعى ميون العدو يهابها والفعول شهدها لا قصورا في المطنيخي صحي للعقود اعرف فعول النشامة وعرف وجودها خلي شوفك للب عيداتي واسمع واش نقول يا الطواري غنه عذب الصوت غنه واحتزم بلا تردد يا حزامي جايش الرأسي ولا عندي محنه وتسامل السماء والرأس اسامي افتخل بكحولي قرب انطولنا عجوة انتفرض على النسح ترامي عجوة انتفرض على النسح ترامي عجوة انتفرض على النسح ترامي افتخل بكحولي قرب انطولنا روسنا تقدح سطر والسيطي سامي في الوضع مثل السباح المستجنه نساجل حل ضحى وضرب حامي نساجل حل ضحى وضرب حامي الطناخ الطاغية والمجسنه ما نهب لنا عرف الانهشامي نضرب القسي على القسي لدنه ينتجف المربنا قرب القرامي قبع قدم انطولنا كنخاب من نكبره وصرنا مضروسنا بي حاولا به لابته تحوي لشنه لاحتبى نفسه ولا جنه محامي قبعا فتزرنا مستجنه اصبتنا للطعام والسلامي اصبتنا للطعام والسلامي قبخاننا من نفسه بطبئنا والغجال اللي حبه لشنه عامي قبخاننا من نفسه بطبئنا قبخاننا للطعام والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضورنا وضيوفنا الكرام أسعد الله ووقاتكم بكل خير وحللتم أهلا ووطئتم سهلا ومرحبا بكم في سباق قبيلة العوازم للخيل العربي الأصيل الأول وكما نخص بالترحيب الأمير جبر سعود بن جامع لحضوره وتشريفه لنا في هذا السباق استهلا بك الخيل وكما لا يخف عليكم فضل الخيل في الشريعة الإسلامية وعند العرب قاطبة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وكما تعرفون أن الحافر للخيل وهذا الحديث يدل على جواز السباق في الخيل حضورنا الكريم لا نريد أن نطيل عليكم لقصر الوقت ولكن نترك الكلمة الآن للأمير جبر سعود بن جامع بل يتبطى المشكور بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني ما أبي طل عليكم أشكر الأمير جبر جزاه الله خير بحضوره أخواننا الداعمين أخواننا المشاركين وعسى الله يجملنا عندكم وإن شاء الله يرسل الله الأمور للأعوام الغادمة في سباقات أفضل مره جنة أفضل وعشنا وساعهم بارك فيكم أجمعين أزاكم الله خير نشكر الأخ صالح وصيوي على كلمته الطيبة وجهود الفعال لإنجاح هذا السباق حضورنا الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس ونشكر الأخوة الداعمين لإنجاح هذا السباق ونشكر الأخوة الداعمين لإنجاح هذا السباق والآن جاء دور تكريم الأخوة الداعمين لهذا السباق فليتفضل الأمير جابر سعود بن جامع ورئيس اللجنة المنظمة للمنصة لتسريم الأخوة الداعمين الدروب ويوجد دلع تكريم من رئيس اللجنة للأمير جابر سعود بن جامع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حضورنا الكريم حضورنا الكريم فغرة الشعراء والشعر وإبداع الشعر والشعراء فليتفضل الشاعر طلال نزال بن إحنيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك والله والخير جميع أحمسوا بنا اليمالين قدامي كيف والمعاني بعضها مثل جمر من غضاه أجز من دواري اللي تقول إن كبريف استمع قولي وخلكم جود للوصاح فالمواقف ما انجامل ولا فينا ضعيف الرفيق انجم له والعدون العنثواه فاللي قمان انثني ما يخف الله الخفيف فاللي قمان انثني ما يخف الله الخفيف وزننا ثقل الجبل ما هو بثقل الحصاه هي هي اللي تشعل النار فيه والعهوليف لا تحدى واحد من تواصل مستواه الفقارة للبطل والقوايم للرديف كل رجل معتبر يعرف البنو غطاه انتساوت ثمرسة فعل نظام الشريف يعرفون فعولنا اهل المعارفة والرواه انتساوت ثمرسة فعل نظام الشريف يعرفون فعولنا اهل المعارفة والرواه العوازم هم هلا الخيل باليوم المخيف يذبحوا نذيب قدام لا يكل عهشاه العوازم هم هلا الخيل باليوم المخيف يذبحوا نذيب قدام لا يكل عهشاه الاعتزوا من فوق احصى المهارئب كل سيف من العين اليهوز العوازم اي عصاه جنبوها sporada ترا ما هي عسيف وارده للموت اي الان روحت مثل القطاع من يجي في دربها قال لطفك يا لطيف والله لتطحنه من اللي يزحف عنها وراه فوقها فوقها اللي يكرم الضيف مزبان الضعيف عزميا تعرف الناس طيفة من عطاه قالوا ان الخيل في بر ولا حد سيف تنشره بغلث من سوق وجهه سوق جاه ابتدى الموسم وجاك اشتاع قبل مصيف واتح الديزان والحب تطحنها الرحاة المراكز الاولة ترى دونها حد الرهيف المراكز الاولة دونها حد الرهيف قبل فرسان العوازم ترى محدن خذا والله اننا ناخذ المركز الاول نضيف ما اللفق في الدعاوي تصريح القناة والله اننا ناخذ المركز الاول نضيف ما اللفق في الدعاوي تصريح القناة ابك حنا اللي نفرق وليف عن وليف ابك حنا اللي نصخر ترى روس العصاة انتهى قولي وحنى مثل ظلع نمنيف مزعلينا اللي يبتلين فيه خطاف سلامتكم والقصيدة الثانية يقول يا هجوس الشعر سمي على الوزن الثقيل وانحتي صم الصخر لجل ذكرى العاديات ارحبي ثم ارحبي يا ملاعب تشليل مرحبا مليان فغل المهار المزرجات ارحبي ثم ارحبي يا ملاعب تشليل مرحبا مليان فغل المهار المزرجات الاصائل ما جناها شرود ولا ذليل غير رجل يرخص العمر الاصائل ما جناها شرود ولا ذليل غير رجل ينطح الموت ويبيع الحياة هم بنات الريح بالوصف لضع الدليل نادرة الوصف وزي من كل الجهات يفتنن اللي على حبها كفه جزيل مستعد يبيع روحه ويعلم بالوفات اطرب وشوش لا شفت لي فعل جميل مثل فعل الحزم لا راح تعلومي وجات الحزم عزم على الراي ثم شب الفتيل كل رجل كل طيب شب ناره ولا يبغي وصات ما الى ملي تشوق بصيل ساساسي من سلالة ندرن ومعروف ومعربات امدح الطيب ولني على مدحب خيل مستعد يخلي العشر عشر معلقات همدح الطيب ولني على مدحب خيل مستعد يخلي العشر عشر معلقات سرها يلقر مالك عنها لول محيل يوم نفس تلوائل واخد تلولاته سلامتكم وسبحونا عقصوك نشكر الشاعر طلال نزال بن احنيان وصح لسانك وبيض الله وجهك على القصيدة الجزل ومن شاعر الى شاعر اخر ومبدع اخر فليتفضل الشاعر سلمان سعد بن كويخ مرحبا بسعد سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وجيت متأخذ الله أنتم من عادها الدنيا فقر يا رياجيل ومهارنا تطلب بيوم الطرادي ومن كانها شلفة على سرج الخيل وخيولنا تدهك أكمود الأعادي قبل مهار اللي ملكها الحلاحيل ربع ذر المظيوم لجل منادي ربع إحمد الدار لا صابها ميل حريبنا يلبس ثيابة إحدادي ربع إحمد الدار لا صابها ميل حريبنا يلبس ثيابة إحدادي حن ذراها بليل المقابيل دون الوطن نعلن أصياح وجهادي حن العوازم ذكرنا من وراء النير روس انتروس الروس لجل هجادي حريبنا يقفي ولابه محاصيل يخالط بلون البيار السوادي التبت دين الضعف يا برد الحيل كبرده واطلق عنان ألا يا ديوم الله جمّل وقفته يا رياجين ما هو من العطوى استقمال أعاد سلامتكم حذروا السموخ يا ربي صح لسانك أبو سعد وبيض الله وجهك على قصيدة الجزل والآن فليتفضل الأمير جبر سعود بن جامع ورئيس اللجنة لتكريم الأخوة الداعمين شاري بن جامع فليتفضل الأخم شاري بن جامع المنصة نشكر أخواني الداعمين ونقول لهم بيض الله وجيهكم والله لهيكم على وقفتكم واسناتكم لإنجاح هذا السباب والآن مع الأخ بدر مبارك الجلاوي نشكر الأخ بدر على دعمه الطيب وجهود الفعال والآن مع الأخ بدر محمد المهميل فليتفضل الأخ عبد الرحمن عبد الله الكريباني فليتفضل المهندس خالد عثمان البطحاني فليتفضل الأخ أحمد ضرمان العازمي فليتفضل الأخ عبدالهادي بن عوين فليتفضل الأخ عيد فلاح بن عايش ينوب عنه فهد عبدالله بن عايش فليتفضل الأخ نواف بن جامع فليتفضل الأخ خالد عماش البليحي فليتفضل الأخ ومساعد الإجريان شركة أفراح العازم نقول له بيض الله واجه على تصوير الحفل الكامل والله لهي لك أبو محمد فليتفضل مدير شركة قروب العزمي فليتفضل أفراح العزمي فليتفضل أفراح العزمي والآن مع تكريم الشعار فليتفضل الشاعر طلال نزالي بن إحنيان شكرا لكم فليتفضل الشاعر سلمان سعد مكويخ شكرا لكم 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 مع تكريم خاص من رئيس اللجنة المنظمة للمبدع والجوكي والفارس والبطر كنفش شكرا لكم تعاليم سمع شكرا لكم شكرا لكم أسنع حضورنا الكريم هناك دلوع تكريم من الأخ عبد الرحمن عبد الله الكريباني للأمير جبر سعود بن جامع ورئيس اللجنة المنظمة صالح وقصيوي فليتبدل الأخ الرحمن الكريباني نشكر الأخ عبد الرحمن الكريباني على تكريم الأمير ورئيس اللجنة حضورنا الكريم الآن تكريم الأخوة الفائزين في هذا السباق نبدأ في الشوطة الأول الشوطة البلديات ومشميها أكثر الربع مسمينا الشوطة مصامخة الروس الفائز بالمركز الأول ولد زينة المالك عيد راضي الشريدة الجوكي مبلح نوافه من جامع نستهلون اشتركوا في القناة 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 الجواد بطاح اشتركوا في القناة البطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة